كم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة نعم تفسير آية النجم ذكرناه نعم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا نعم طلبوا اجعل لنا ذات أنواد كما لهم ذات أنواد نعم الثالثة كونهم لم يفعلوا نعم لم يفعلوا يعني هم فقط طلبوا لم يفعلوا ذلك لم يجعلوا أسلحتهم على الشجرة وإنما طلبوا ذلك فقط نعم وابعة كونهم قصدوا التقوب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه لا تكفي النية لا تكفي النية الصالحة حتى يكون العمل أيضا صالحة نعم الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل نعم يقول هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم هذا الأمر جهلا فغيرهم ممكن أن يقع لذاك بعض الناس اليوم يقول ليس مهم ندرس التوحيد كيف ليس مهم ندرس التوحيد هذا الشركيات صارت تقع في البيوت في المدارس في الأماكن الآن والآن بعض الناس تبيع حجارة يقول هذا الحجر يحقق الأمنية هذا الحجر يصف في القلب هذا الحجر يحبب إليك زوجتك هذا الحلب هذا الحجر يريحك نفسيا حجار فقضية أن إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن حدثاء العهد بالكفر وقع منهم هذا فغيرهم أيضا يمكن أن يقع منه هذا الأمر وذلك مهم جدا دراسة التوحيد نعم السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم نعم طبعا الصحابة رضي الله عنهم غفر الله لهم لأنهم استجابوا نعم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعون سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث نعم وضع هذا نعم الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل نعم قلنا شابههم من هذا الوجه نعم التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك نعم يعني هؤلاء عرب أقحاح و مسلمون ولكن مع هذا خفي عليهم هذا الأمر نعم العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة نعم قال والذي نفسه بيده نعم الحادية عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم ينتدوا بهذا نعم وهذا الظاهر أن فعلهم هذا اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق هو وقوع في الشرك الأصغر نعم الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك نعم يعني المفروض اللي ولد في الإسلام ودرس العقيدة ودرسها المفروض لا يجهل مثل هذه الأمور نعم الثالثة عشر ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كويها نعم في قول النبي الله أكبر نعم أرابعة عشر سد الزوائع نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الأمر حتى لا يقع في الشرك الأكبر بعد ذلك هو اعتقاد أن الشجرة هي التي تنصر وتنفع وتذر نعم الخامسة عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية نعم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قال لا تتبعوننا سيمن كان قبلك نعم السادسة عشر الغضب عند التعليم هذا الذي قلناه في قوله الله أكبر وقسمه صلى الله عليه وسلم يكون ظاهره أنه كان رضبان فعلا كان نبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما كان يغضب لنفسه ولكن كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله نعم السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن نعم الثامنة عشر أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر نعم في قوله تركبونا سنن من كان قبلكم وقع كما أخبر في كثير من الأمور اليوم الله المستعب نعم التاسعة عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا يعني ليس كل ولكن القصد أن بعض ما ذم الله به اليهود والنصارى وقعت في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعنا سنن من كان قبلكم نعم العشرون أنه متقور عندهم أن العبادات مبنىها على الأمر فصاوى فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباوه بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره نعم استنبط المؤلف رحمة الله وبركاته من سئلة القبر الثلاثة من ربك من نبيك ما دينك أنه ينبع على أمور الدين ومنها هذه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين نعم لأن تكملت الحديث قالوا فمن يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني أكيد اليهود والنصارى الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه نعم يأمن الثانية والعشرون أو لا يؤمن نعم الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر يبقى الأثر الأثر يبقى مهما يعني خلص الإنسان ترك الباطل الذي كان عليه يبقى له أثر في قلبه خلاص طيب